كيف تمول ميليشيا الحوثي حربها ضد اليمنيين؟ وكيف استطاعت طوال السنوات الماضية توفير الدعم المالي لمعاركها ضد الشرعية والتحالف؟ وفق خبراء الأمم المتحدة فإن الحوثي لا يزال يمتلك التمويل الكافي المعتمد على عائدات محلية وخارجية من أول حديدة أحد أهم مصادر تمويل الحوثي فوفق لجنة خبراء الأمم المتحدة فإن التحصيل السنوي من الرسوم المفروضة على واردات الوقود المار عبر الميناء يصل إلى 300 مليون دولار لكن الميناء ليس المصدر الوحيد للتمويل فالسوق السوداء التي أوجدها الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرته توفر له عائدات مالية من الوقود حيث يباع بأسعار مضاعفة في تلك السوق تقرير الخبراء الذي رفع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي أكد على أن الشركات الواقعة في نطاق سلطة الحوثي تدفع لخزينته ما يفوق الأربعمائة مليار ريال وقد أكد التقرير الدولي على وجود شركات صورية تستخدم وثائق مزورة لتمرير وقود قادم من إيران تصل قيمته شهريا إلى 30 مليون دولار الإتاوات الجمهورية ترفد خزينة الحوثي بإيرادات إضافية وتشكل مدينة ذمار مركزا رئيسيا لتلك الإتاوات فضلا عن الإرادات الآتية من الإتاوات الجمهورية التي يفرضها الحوثي على موانئ الحديدة والصليف بحسب وثائق تقرير الخبراء فإن ميليشيا الحوثي تجبي شهريا مبالغ مالية عن كل لتر من الوقود المسورد تصل إلى 10 مليار ريال يمني ومليار آخر باسم دعم مجهودها الحربي ومن هنا يمكن فهم السماتة الحوثي في الحفاظ على الموانئ وتعمده إفشال تنفيذ اتفاق سوكهولم